سيناريو ساومكو يعود للعراقيين من جديد لكن على هيئة شركات استثمار وهمية تستدرج المواطنين بتقديمها أرباحا خيالية عن طريق إداع مبلغ معين وبمجرد أن ينضي شهر أو شهران تنقطع الأرباح ويسرق المبلغ المودع أغلب هذه الشركات وهمية وليس لها وجود على أرض الواقع ولا تمتلك رؤوس أموال بل تتعايش وتدور أعمالها على النصب والاحتيال من المواطنين حيث يقبل بعض العراقيين عليها للحصول على عائد مالي يصل لعشرة بالمئة للمليون الواحد نحن عندنا تجربة سابقة هي سمت سامكو بالضبط يعني هذا من ينطيك فوائد كثيرة هو أين شغل الفلوس حتى تجيب لك هلقل بس هو يظل يحتال على العالم يأخذ فلوسك ينطيها ذاك الشخص وذاك الشخص ينطيها وبالنتيجة تضخم العملية ويحتبر مفلس وتنهزم وتروح الأممال الهيئة الوطنية للأوراق المالية لم تمنح هذه الشركات جازة للعمل بهذه الطريقة محذرتنا العراقيين من خطورة الاستثمار معهم خاصة بعد انتشار فروع للشركات في أغلب المحافظات العراقية قبل الآن الجريمة الإقتصادية من تقدر تسوي شيء لأنه يجي يقول لك هني تسوي عقد وموقع العقد وقعت هيت حالات يعني لما ديج هو يوقع يعقد ويأخذ البطاقة مالت تيكر مالت مثلا ويوقع يعقد بعض الهان القانون يقف أمام هذه الحالات لأنه المقابل يعني صاحب الشركة النصب والاحتيال محصن نفسه بمهوط قانونية ويرى مختصون أن كل هذه الانهيارات المالية سببها الحكومات المتعاقبة والتي لا تمتلك خبرة اقتصادية توعي المواطنين وتتخذ إجراءات قانونية بحق مالك هذه الشركات مهدي غاربواني نيوز بغداد